نائبات الرئيس الأمريكي والمرشحة الرئاسية للحزب الديمقراطي كاملا هاريس وحاكم ولاية من السوطة تيم والز يوم الجمعة أريزونا في إطار حملتها الانتخابية تعد أريزونا رابع ولاية تزرها هاريس ومرشحها لنائب الرئيس هذا الأسبوع ومن المقرر أن يستأنف الرئيس السابق دونالد ترامب ومرشح الحزب الجمهوري ما سار حملته الانتخابية بالتوقف في مونتانا ذات الأغلبية الجمهورية أسعى ترامب خلال هذه الزيارة إلى إعطاء دفعة لمرشح مجلس الشيوخ الجمهوري تام شاهي في محاولة للإطاحة بجون تاستر النائب الديمقراطي الحالي أفقت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس على المشاركة في مناظرة ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب تنقلها شبكة اي بي سي في العاشر من سبتمبر المقبل في أول مواجهة بينهما وفي حديث وجيز لهاريس مع الصحفيين قبل مغادرتها داترايت عبرت عن سعادتها لموافقة ترامب أخيرا على الموعد المحدد قائلة إنها ثام في أن يلتزم بموعد هذه المناطرة أظهر استطلاع أجرت وأبسوس أن مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية نائبة الرئيس كاملا هاريس تتفوق على مرشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب بنسبة 42% مقابل 37% ووسعت حاريس تقدمها منذ استطلاع أجرت رويترز مع أبسوس في الثاني والثالث والعشرين من يوليو الماضي وأظهر تفوقها بنسبة 37% مقابل 34% لترامب وللمزيد من المتابعة والمعلومات ينضم إلينا من واشنطن مراسلة تلفزيون العربية عمد رواجد أهلا ومرحبا بك عماد في ظل ما تقول استطلاعات الرأي ما نشاط الحملتين نعم أحمد كما تعلم الرئيس السابق دونالد ترامب في مونتانا الولاية الجمهورية كما تعلم أحمد هذه ولاية تذهب على الدوام للجمهوريين منذ أكثر من 20 إلى 25 عاما ولاية تاريخيا للجمهوريين لكن على مستوى ربما البطاقات الأقل شأنا من بطاقة الرئيس نتحدث عن حاكم الولاية السيناتر عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس النواب هذه الولاية تعد متأرجحة في آخر جولتين انتخابيتين آخر دورتين انتخابيتين ذهب مقعد مجلس الشيوخ للديمقراطيين واليوم يذهب دونالد ترامب هناك ليدعم مرشح الجمهوريين عن مجلس الشيوخ لأن هذه الولاية كما أشرت متأرجحة على المستويات الأقل من مستوى الرئيس فيما يخص أريزونا كما تعلم كاميل هارس هناك هذه ولاية مهمة جدا بالنسبة للديمقراطيين لم تكن هذه الولاية متأرجحة هي على الدوام جمهورية منذ عام 2000 تذهب للجمهوريين لكن انتزعها جو بايدن في 2020 وانتقلت فورا إلى حضيرة الولايات المتأرجحة الديمقراطيون يعتقدون بأن من المهم قلب هذه الولاية إنجاز التعبير مرة أخرى والعودة بها مرة أخرى إلى المعسكر الديمقراطي جنبا إلى جنب مع ولايات ما يسمى بالحزام المشمس نتحدث عن جورجيا نتحدث عن نيفادا وأريزونا كان من المفترض أن تذهب حملة هارس إلى جورجيا يوم الخميس واليوم أيضا وبقية ولايات ما يوصف بالحزام المشمس لكن بسبب عصفة دبي تأخر وتغير كل جدوى الأعمال كاميل هارس هذه الولاية ربما لا تمتلك مندوبين كثر في المجمع الانتخابي 11 مندوبا لكنها كما أشرت مهمة لأنها في المعسكر الجمهوري وقلبها سيؤدي إلى تعزيز حضوط كاميل هارس بالفوز بالانتخابات بشكل عام خصوصا إذا فازت بولايات الحزام الأزرق نتحدث عن ميشيغان نتحدث عن بنسلفينيا وويسكونسين التي خرجت هي ونائبها لالتقاء الناخبين فيها ويقول المعسكر الديمقراطي أن لهم حضوظ كبيرة في هذه الولايات وربما يتمكنون من استعادتها مرة أخرى كما فعل جو بايدن مع الثلاث ولايات في 2020 استطلاعات الرأي الآن ترجح أو تظهر بأن كاميل هارس تتقدم على دونالد ترامب لكن هناك ملفات رئيسية تواجه فيها تحديا كبيرا وهي مهمة جدا للمصوتين المستقلين في الولايات المترجحة نتحدث عن الاقتصاد عن الهجرة الجريمة وأيضا ملفات أخرى يتفوق فيها دونالد ترامب على كاميل هارس ترجمة نانسي قنقر